النادي الأهلي عمل أداء جيد في كاس العالم الأندية تحديداً في المباراة الأولى والتانية مقدرش يتعامل مع الغيابات الكتيرة قدام فريق قوزة بالميرس طيب أنا ليه بقول منتخب مصر وليه بقول النادي الأهلي في نقطة مهمة لازم أحضركم تبقوا فاهمينها وتبقوا عارفينها وتبقوا شايفينها مع بعض كلنا مع بعض يعرفها المدربين اللي في مصر يعرفها اللاعبين اللي في مصر يعرفها المتابعين للكرة في كل العالم إحنا عندنا لعبين جيدين عندنا لعبين رائعين تمام؟ حط دي الأول على جنب اللي هقوله الجاية ده مش تقليل منهم لعبة مميزة ورجالة وعندهم إمكانيات ومهارات فطرية من عند ربنا خلاص؟ حط ده على جنب حتة التانية اللي محتاجين نشتغل عليها الفترة اللي جاية ونشتغل فيها مع متخصين وهقول لك ووعد يعني إن شاء الله نعمل ده في رقم عشرة هنا إمتى بقى يبقى عندنا اللاعبين اللي هم إيه؟ إنت مش محتاج تدوس على دواست البنزين على الآخر على الآخر عشان تبقى قوي جدا هشرحوا لك بمعنى أسأل إنت لم تكن يتلعب مثلا زي الأهلي وبالميرس كده الأهلي عمل مجود كبير جدا بدني في هذه المواجهة بس بالميرس من غير ما يدوس على دواست البنزين على الآخر جاب جولين فاهم؟ يعني ما عملتش مجود حتى المواجهة بتاعهم بعض المواجهة قال لك أنا لقابت ب30% من المستوى أنا ما قدتش ما دستش جامد يعني إحنا بنتعب قوي قوي عشان نوصل لنتيجة كبيرة نتيجة عظيمة طيب ده سببه إيه؟ سببه شوية حاجات بسيطة تتعمل ونساعد بعض فيها ونقعد نتكلم ونفتح فيها كلام بدون نحرة ونرفزها وعصبية وصلحنا قليلين قوي أصلحنا ما عندناش كواليتي أصلحنا ما عندناش لعبين بالروح بالروح إحنا عندنا بنص الكواليتي اللي انت بتقول عليه دواد بنص الإمكانيات بنص كل حاجة وبنحف نعمل إنجازات عظيمة منتخب مصر هو أهم منتخب في القرارة الأفريقية على مداري التاريخ والنادي الأهلي هو أهم نادي في القرارة الأفريقية على مداري التاريخ يعني ده مصر خلاص حط ده على جنب حط دي على جنب إحنا كي جامدين أنا بس نفسي نبقى جامدين من غير ما نوصل لآخر دواست البنزين اللي هو تعرف تسلم وتستلم تعرف تعمل ضغط طول المباراة تعرف تعمل تفاصيل كده في الكورة بتشوفها عند شلسي النهاردة لما كان بيلاعب الهلال والهلال عمل مباراة كبيرة جدا هل السودي عمل مباراة كبيرة جدا مع شلسي في كاسة العام الأندية خس الواحد سفر صحيح بس عمل مباراة كبيرة جدا بس انت عايز تحس ان انت بتوصل للمستوى ده طيب هقول لك شوية حاجات بسيطة عشان تفهم انا عايز اوصل لإيه الناشئ عندنا التدريبات بتاعته عاملة ازاي موضوع الضغط دوت موضوع الاستلام والتسلم موضوع الخروج من الكورة خدوا بالك ونبلوك على حاجات كنت بتشوفها في مباراة منتخب مصر او نادي العالية او اي نادي في مصر يعني انه نيجي نخرج بالكورة بنواجه صعوبة كبيرة جدا لو في فريق ضغط علينا نيجي مثلا نباص نسلم ونستلم تلاقي الكورة بعدت منع رجلين انا بقول لكم حاجات بتاع الكورة فهمينها كمان اوي تلاقي الكورة بعد يعني تيجي تاخد الكورة بنع رجلك تلاقي الكورة بعدت من رجلك ليه ده اللعيب في اوروبا وفي اي حتى في العالم تجي له الكورة حتى لو قوي جدا يعرف يحطها تحت ريله تفاصيل صغيرة بس مهمة جدا لعيبة السنغال احنا ليه كنا حاسين منتخب السنغالي قوي جدا كلهم بلعبوا في اوروبا كلهم بيحتاجوا بدوريات ومنافسين اقوية جدا وهديك مثل بسيط الاهلي او الزمالك او اي نادي بمصر المصر او اللاعبين المصريين اللي موجودين مع منتخب مصر هم المنافسات بتاعتهم بتبقى عاملة ازاي يعني مثل الاهلي بيلاعب سين من الاندية في الدور المصري سين مش عايز اسمي اسم عشان ما قاللش من حد لما بيه يطلع من الكورة من خط الدفاع اصلا ما فيش فرقة بتضغط عليه ده هو بيوصل لحد الجول لحد منطقة جزاء الخصم عشان يبدأ المنافسين يحاولوا يتعاملوا مع دفاعية فما بيتعاملش ابدا اللاعبين المدافعين بتوع او لعب الوصل بتوع مع اي ضغط من اي منافس فهيفضل طول الوقت متعود على كده لما بيجي بقى يخش على منافسات اكبر في كاس الامر الافريقية مثلا تمام مع لعبين بيلعبوا في اوروبا يلاقي لا الدنيا مختلفة ايه ده ده انا ما شفتش كده قبل كده انا مش متعود على ده لما يجي النادي الاه يلعب مع فرقة عالمية وهو النادي الاهل كبير ومنتخب مصر كبير بس برضو انا مش متعود على ده انا ما جربتش ده قبل كده انا كلاعب ما عندش مشكلة بس مش متعود على ده ما شفتهوش قبل كده فهنروح بقى بعد كده لما نيجي ان شاء الله نتكلم عن موضوع دون فريدلو يعني ازاي تبقى مسابقاتنا قوية ازاي تبقى الاندية كلها قوية مش نادي ولا اتنين ازاي اللاعب المصري يتأسس صح من الناشئين عشان يبدأ يعرف قسيات الكورة المهمة جدا دي نقطة مهمة جدا هنتكلم عنها كتير بهدوق بهدوق عشان دايما احنا عندنا الحتة اللي هي بتاعت ايه التقليل من النفس اللي هو انا قليل لا انا مش قليل انا جامد انا اهم منتخب في القرى وعندي اهم نادي في القرى انا جامد كده كده بس نفسي بقى لما نوصل كاس العالم ان شاء الله وبإذن الله نوصل كاس العالم لأ نخش ونلعب مع فرنسا النهاردة اهلا وسهلا هنلعب مع اسبانيا النهاردة يا سيدي يا مرحب تمام مش شرط اكسبهم يعني بس هعرف اتعامل معاهم اعرف اقدي معاهم بشكل كويس دي نقطة من النقط اللي انا زي ما قلت لكم حابب نفرد لها نفرد لها كتير ونتكلم عنها كتير جدا طيب